أنت يجريها إيالي ورسل اليوم ومع تردت لتأكيد لله ومع تردت لها ومع تردت لها طموحي أكون في كأس العالم فاطمة طاها تقتحم عالم الرجال ملزومين فيه نحاسب حياكم الله مع إيتي بالعربي طبيعي فاطمة طاها تستقبلنا بهذه الطريقة خاصة أنها من أبرز المعلقين من الوطن العربي بعالم كرة القدم فهي أدرت بوقت قصير أنها تلفط نظر الجمهور كونها إمرأة إماراتية تخوضها المجال أنا أشوف أن أي مجال في العالم لازم يكون فيه إمرأة أو رجل حتى فيه وائد مجالات مختلفة غير الرياضة فيه ناس انتقدوا وجود المرأة فيها لكن المرأة أبدعت فيها من وصولها للفضاء أو غيرها وأيضاً فيه عندنا فرق نسائية بالكامل مش بس صوت المرأة سوى وجود المرأة فيه أرض الملاعب أساسي ومهم ومن هالمبدأ قررت أنها تدخل عالم التعليق وحققت شهرة واسعة من خلال هالفيديو اللي نشرته عبر تطبيق تيكتوب وصار محقق أكثر من 27 مليون مشاهدة في البداية طبعاً أنا خلف الكواليس كان فيه تساؤلات منوها البنت بس ولا مرة طلعت كنت خايفة طبعاً الصراحة كنت خايفة أطلع في السوشيال ميديا كنت عارفة أنا بيكون فيه موجة سلبية موجة كومنتات سيئة غضر البطولة كانت مهمة جداً قلت لازم أطلع وأتكلم عنها الناس تعرف عنها تي تحضر غيرها نشرت أول فيديو نسيت أصلاً أني أنا نشرته وانشرت عن طريق تيكتوب ومثل أي نزال فيه كثير تحضر بتواجهها فاطمة اللي كشفت لنا أسرار عن التعليق الرياضي كنت أخاف شوي أن في جمهور إذا غلط إذا قلت كلمة غلط إذا سويت الشيء الفلاني فيه ناس وايد ما تعرفنا نحن نمشي على سكريبت محدد وملزومين فيه نحاسب إذا غيرنا كلمة أو ما قلت شيء في الوقت الفلاني ما قلت الإعلان بالطريقة الصحيحة لازم يكون بطريقة معينة بوقت معين محسوب علينا لأنه ممكن حتى يكون فيه مخالفات في حال أنه المعلق ما قال بالوقت الصح أو بالطريقة الصحيحة بس هذا ما بينع يا فاطمة أنه فيه مواقف مضحكة بتصير بالكواليس فيه موقف مرة صار لي وايد يضحك بالنسبة لي كان صعب شوي في أحد المرات كان عندنا فريق والشخص اللي دخل طبعا أنا أكون في أستاذ هزاع في الطابق الخامس فأصلاً وايد صعب علي أني أشوف منه اللي دخل القول وهالأمور أحاول وايد أركز يعني المرة كل مرة أقول بايبلي منظار بس أنسى لازم أيب منظار لأنه وايد صعب أني أشوف من المكان فحد دخل قول فصخ القميص يعني شال القميص فأنا أبا رقم اللاعب فجدام كل الموظفين قلت ليش تفسخ القميص؟ أنا بالنسبة لي أبا رقم اللاعب فكل حد جي طالعنا ليش هي الضايقة يعني فقلت لهم الحين أي لعب اللي دخل القول كيف أعرف بديت طبعاً أدور على اللاعبين اللي أصلاً موجودين والرقم اللي مش موجود طلعه اللي دخل القول ومن بعدها حصل مخالفة شوي استانست يوم حصل مخالفة لأن حسد وهقني وكثير منكم دايماً ما بيتسأل إذا المعلق بمين لفريق معين أثناء التعليق لهيك سألنا فاطمة هالسؤال أكون وايد صريحة في الملعب بالفعل أنا أكون حيادية بالفعل ما تفرق معاي وايد منه اللي يفوز ومنه اللي يخسر بالنسبة لي أأدي عملي من داخل شوي مرات أضايق على حسب طبعاً الفريق وهل شي شفنا خلال تخطيطها مؤخرة لكأس العالم للأنديا بالمغرب اللي حرصت إنها تشارك فيه بالرغم من غيابها عن كأس العالم 2022 بقتل طموحي أكون في كأس العالم كان من المفترض أكون فيه كانت كل أموري ماشا لكن سبحان الله استوتلي ظروف منعتني أسافر طموحي أني أكون في كأس العالم ملياي بعد أربع سنوات أموري ماشا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر